تاريخ طويل طبعا وحافل جدا ومسير جدا في المواجهات بين الاهلي بين جومه طبعا ودرويش الاسماعيلية والحقيقة يمكن تظل المباراة دي واحدة من المطشاط اللي بنستناها على مدار الموسم يعني ما تقدرش تنكر انه مطش اهلي وزمالك في حتة تانية مطش اهلي واسماعيلي في حتة تانية وفي بعض المطشاط طبعا ما قدرش تنكر انه اهلي واتحاد اهلي ومصري المطشاط دي بتبقى بالنسبة للجمهور مباريات من العيار التقيل لكن بيشاء القدر انه انطلاقة الموسم ده تكون في مواجهة الاسماعيلي وده شيء انا الحقيقة حبه جدا اولا لانه هيبقى اختبار قوي جدا للجهاز الفني وللعبتنا وللصفقات الجديدة في بداية الموسم وان شاء الله بازن الله ادهوا قدود وينجحوا في الاختبار هنتكلم على الموسم بشكل عام وهنتكلم ونركز طبعا على المباراة المهمة والمنتظرة بين الاهلي والدرويش ان شاء الله يوم الاربع الجاي مع ضيفنا النهاردة ونجمينا فيه السادسة كابتن امين عراوي ومن المناسبة كابتن امين ليه مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي وكان مدرب في قطاع الناشئين وحاليا بيتولى واحدة من اكاديميات النادي الاهلي ففرصة كمان نتكلم معاه عن المواهب واكتشافها وازاي ممكن يكون عندنا مش بس محمد صلاح عشر عشرين قول يا رب تلاتين محمد صلاح في اهم فرق وانديات العالم سأخير كابتن امين احمد وانا سعيد ان انا مبسوط معك وسعيد ان انا في قناة النادلال منور الدنيا الله يخليك حبي اهلي اسماعيلي قبل ما ادخل في التفاصيل اهلي اسماعيلي يعني ايه بالنسبة لكابتن امين عمر لا مباراة انا انا شايفها بالنسبة لي يعني مباراة عدية زي اي مباراة فيها كابتن امين اه معلش مباراة عدية زي اي مباراة الناد الأهلي يتعود على المباريات دي خلاص ما بقاش فارق معاه المتشاد دي بيلعب مع مين لأن سمة البطل أنه بيلعب مع أي حد والدور أنه بيلعب مع أي حد أحد أكيد شايفك على الحوا فأنا مش عارف والله يعني يعني معك مداخلة فهي دي الفكرة أن الناد الأهلي متعود أنه هو يلعب كل المتشاد دي أنا شاف طبعا لإسماعيلي فرقة كبيرة وفرقة كويسة وفرقة خوية لكن الناد الأهلي بطل وآيا كم مين هيواجه في أول مباريات الدوري وأنا أخذ من كلامك أن أنت قلت أن نشوف المتش الأولاني اختبار للعيبة الجديدة لا هي مش اختبار أنا بشوفها من وجهة نظر فنية تانية أن البداية القوية بتفرق معك البداية القوية بتفرق معنا كآخر بتفرق مع الفريق القوي يعني أنا ما أبدأ الموسم بفرقة القوية أحسلي كتير جدا من لما تخدها في نص الجدو أحسلي كتير جدا لأن برضو البدايات في كل الأندية ما بتبقاش قوية زي ما الناس متوقع زي افتتاحات أي افتتاح كاسعالم افتتاح مش عارف الدورة أولمبية هتلاقي الماتشات الأولى بتبقى لسه اللعيبة ما دخلتش جو الماتشات لكن بالنسبة لنا احنا كنادي أقلي الحمد لله احنا بقلنا فترة منلعب موقفناش لسه لعبين اتنين ماتش أفريقيا فإحنا الأجهز فإن شاء الله بإذن الله تبقى بالنسبة لنا مبارك ويسا ونتمنى الفرص طبعا للنادلال إيه اللي شفته في مبارات العودة ومطمنك وإيه اللي تتمنى أنه يعني يزيد على الفرقة في مواجهة الإسماعيل اللي طمن في مبارات العودة اللي انسجام واضح أنه أكتر شوية التهديف نسبة التهديف على الجول بقت أكتر شوية ضيع الفرص أقل من الفترات اللي فاتت الحمد لله إلى حد ما مسكين نفسينا في الدفاع شوية رغم الهدف اللي جي فينا لكن لا في مؤشرات الحمد لله أن الفرقة راحل قدام خاصة أنه كمان في لعبة لسه بعيدة وما دخلتش وفي لعبة الجدد لسه ما دخلوش هيخش ماتش الإسماعيل إن شاء الله بإذن الله فبدأت مبشرة بإذن الله إيه اللي تتوقع أن يختلف في أداء الأهلي في مبارات الإسماعيلي؟ وإيه اللي بتنتظره من الصفقات الجديدة كابتن أمين؟ لا الانتظار من الصفقات الجديدة كل الناس مش أنا بس كل الناس منتظرين منهم حاجات كتير جدا لأنهم مفروض أنه لقى لعبة كويسة على مستوى عالي جدا فمفروض أنهم يقدموا أحسن حاجة بالنسبة لهم اتفرقت عليهم في التمرينة؟ اتفرقت طبعا مين لفت نظر كابتن أمين؟ لا أول الاتنين كويسين الاتنين الأفرقاء طبعا كريم فؤاد إحنا كلنا عارفينه وشايفينه ومتخب مصر لعيب كويس جدا الاتنين الأفرقاء أنا شايف أنهم مهارين جدا يعني الناس حفظة خصوصا كمان يعني حكي كلمت على كريم إحنا طبعا متابعينه وكنا نفسنا أنه الأهل يحسن الصفقة والحمد وقات كان جمهور الأهل تبع عبدالقادر وتبع عمار قدمه مسلم ولا أروا وهم أولاد النادي أولاد النادي بالزبط كده أولاد النادي بس أقصد أقول مش جداد على الجمهور يعني الجمهور عارف إمكانياتهم وعارف إزاي ممكن ومشيتهم تفيد الفريق كل وحسام حسن طبعا مهاجم يعني من طراز رفيع ومحترم جدا والمجموعة اللي الأهل جابها خاصة من مصريين ده كان من مطالب الجماهير أن اللعيبة دي ترجع سواء عبدالقادر أو عمار كان مطالبين أن حسام حسام بيتكلمه معا من السنة اللي فاتت فكان تحت بصر النادي والجهاز كريم فؤاد طبعا زار بمستوى برضو يعني طمن جدا برستاو هو برستاو بقى ميكسوني اللي يمكن الجمهور ميكسوني برضو لعب ماتش الجيش كل الناس يعني قالوا أنه اللعيب كويس بس ما خدش وقته ونزل في وقت كان عصيب جدا في مبارات السوبر لكن أنا متوقع أنه هيبقى كويس لأنه عنده سرعات عنده رشقة عالية جدا كرته حلوة يعني متحرك فدي إن شاء الله برستاو الناس ما شفتوهش أو احنا ما شفنوهش كويس انت شفته في الملعب شفته في التمرين لكن إن شاء الله القدام بإذن الله أنا متوقع أنه أعمله حق كويسة جدا إيه اللي مستنيه من ميستر موسيماني في موسم جديد بيبدأ مع النادي الأهلي وإيه الحاجات اللي أنت شايف أنه كانت أخطاء عليه أنه يجب أنه يتفادها أو مشكلات في الفريق عليه أنه يتعامل معها في بداية الموسم الجديد شوف هو يعني حسناته أكتر من أخطاء يعني الرجل فيش مانع إحنا برضو عايزين الأحسن لا أمالهم إحنا نطلب الأحسن طبعا نطلب الأحسن والرجل بنفسه أعترف يعني هو بعض التساينه أقال إحنا بس عايزين يبقى فيه تجانس أكتر مش عايزين تغييرات كتير في التشكيل يبقى التشكيل ثابت اللايبة اللي بتلعب تبقى في مراكزها ما فيش تغيير في المراكز كتير حتى الدفاعية يعني تبقى فيه كومباكت كويس بين نص الملعب والمدافعين تقل عدد الهدف اللي بتيجي فينا احنا بقى لنا فترة كل ماتش ولحظاتك كلها دفاعية كابتن كل ماتش بيجي فينا جول لا يعني كل ماتش ما أنا قلتلك الحتة الهجومية الحمد لله فيه بشاير في الماتش اللي فات إن إحنا بدأنا نروح واللعيبة اللي جبناها كلها من النوع اللي بيروح لقدام كتير زائد إن إحنا عندنا هدف الدور المصري عندنا أنا من وجهة نظري طبعا ما احترامي لكل الناس بتلعب قفشة من أحسن لعيبة اللي بتوصل للفرود للجول عندنا طرفين أجنحة كويسين جدا سواء كهربع طاهر حسين الشحات هي مشكلة الانسجام مشكلة إن إحنا نلعب فيه انسجام بنا وبين بعضين هيا دي الفكرة بس لكن إن شاء الله بإذن الله بنطلب منه بقى إن إحنا نبقى تملي بندور على المكسب فقط زي بتشوف نسخة الدوري الجديدة النهاردة للانطلاقة وكل الناس أنا يمكن ما تبعتش الماتش كله بس يعني كل الناس بتقول إنه الانطلاقة قوي جدا وإنه واضح إن المنافسة السندي المسابقة السندي ككل بصرف نظر على منافسة على لقب هتكون مختلف عن المؤسسة بالنفاتح هتبقى صعبة جدا جدا أنا شايف إن الفرق كلها هتبقى قوية جدا باستثناء فرق أو اتنين اللي مش هيبقى ليهم باع في الدوري قوي تتفرجت على الماتش المترجم والطلاقة الجيش طبعا والبنك الاهلي طبعا بنبارك له وعمل ماتش كويس جدا وبنهارد لك لطلاقة الجيش برضو زي ما قلت حضرتك كان في مصلحة البنك الاهلي الماتش في بدايته كان في مصلحة إنه طلع الجيش جاي واخد السوبر فبرضو اللعبة حاسة إنه هي ممكن هتكسب أو مش هتتغلب بسهولة جي فيهم جول بدري قوي في أول أربعة دقيقة اتفتحوا الملعب بدأوا ينشغلوا بالنحية الهجومية أكتر نسوا نواحة دفاعية البنك الاهلي ضيع فرص كتير هم يعني ضيعوا فرصة أو اتنين لكن البنك الاهلي قدر الشرط التاني في آخر عشر دايق سجل هدفين وكسب ثلاثة صفر فالبدايات واضح إنها هتبقى قوية جدا الناس كلها الحقيقة بتكلم على محمد هلال اللعب البنك الاهلي واحط جولين من الثلاثة أول ما نزل في أول لمس أجول وبعدها عشر دايق في آخر دي أجول بصراحة عمل جولين كويسين وأنا شاف إن البنك الاهلي استقطب لعبة كويسة هو الحقيقة وده خليني أكلمك على المركات يعني كلمنا على الصفقات الأهلي وأعتقد بنسبة جبيرة جمهور الأهلي راضي عن الصفقات اللي عملتها الفرق السندي بداية كنت مستني يعني لعيبة تانية أو فيه لعيبة أنت كنت شاف إنها هتكون جديرة إنها هتكون موجودة في النادي الأهلي سواء على مستوى الأسماء أو على مستوى تدعيمات المراكز نفسها لا هو أشوف أنا أنا بأمانة يعني والنادي الأهلي يهمنا كلنا وإحنا نهمه بأحسن من أحسن الأندية في القرى الإفريقية كلها أنا كان أملي إن ندعم شوية في قلب الدفاع يعني عندنا خمس لعيبة ما شاء الله وماله كويس مش عيب لو أنت فيه لعيبة عندك بتصاب فيه لعيبة بتتعور فيه لعيبة أنت خلي بالك أصل النادي الأهلي ما أحترام من الأسماء اللي رشحها كابتن أمين لأ أنا أقول لحضرتك بدون ذكر أسماء أنا أعايز أقول لحضرتك يعني النادي الأهلي أو النادي البطل اللي بيلعب فيه أكتر من بطولة لأ عايزت يبقى عنده كل صفوف قوية وكل مركز فيه ثلاثة أو أربعة مش واحد أو اثنين إنت السنة اللي فاتت سضيفنا سوق حظ كبير جدا في لعيبة جالها كورونا لعيبة أصيبت لما فترات طويلة ضغط متلاحق ما بين أفريقيا وما بين الدوري فده عمل عندنا ضرب شوية يعني عمل عندنا سن ضرب شوية بدليل إنه هو مثلا المسلماني جيب فترات حمد فاتح بقى سقطه تحت شوية يعني كمساك فكات عملالنا وساعد سامير كان بعيد خالص وكان فترة مصاب فعملت لنا ضرب شوية أنا كنت أتمنى إنه إحنا نزود خط الدفاع القلب بالذات بواحد أو اثنين اللي هم طوال القامة الهيدرز أقوية فيه الالتحامات فيها يبقوا أقوى من كده شوية لكن بقية الفرقة وهم اللي موجودين برضو فيهم الخير وإن شاء الله يكملوا طبعا كلهم نجوم كبار الحقيقة وليسا كمان لما كابتن محمود وتولي يرجع أعتقد أنه يكون إضافة قوية جدا لخط الدفاع النديل أهلي ده بالتأكيد خلينا أتكلم معك عن المركاته أكتر بالتفصيل وتوقعتك لشكل منافسة ومين ممكن يكون حسان أسود للبطولة في نسختها الجديدة بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك أنا هبتدي معاكم بس كلام من وراء شوية يعني هرجع بالتاريخ قول مثلا بتاع 35-40 سنة وراء كده من أيام كابتن إكرامي طبعا ربنا دينيه الصحة وكابتن ثابت البطل الله يرحمه حرص المرمى في النادي الأهلي على مدار الأجيال دي ومن قبلهم أنا بسمع أن فيه يعني أسماء محترمة جدا تولت حرصة مرمى نادي الأهلي كابتن عدل هيكل وغيرهم من الأسماء لكن يعني أنا بحكي على اللي أنا شفته أو اللي فتكره يعني كابتن إكرامي طبعا وحشة أفريقيا كابتن ثابت البطل الله يرحمه من بعدهم كابتن شوبير من بعدهم عصام الحضري من بعدهم الشناوي كل الأسماء اللي أنا بقول لحضراتكم دي أسماء مرعبة في عالم حرص المرمى حرص مرمى على أعلى مستوى دايما حرص المرمى لما تبقى كويسة في النادي الأهلي تطمن على حرص المرمى في منتخب مصر وما فيش حد من دول ما كانش حرص مرمى النادي الأهلي وحرص مرمى منتخب مصر كلهم كتبوا تاريخ عظيم جدا كنت بتكلمة وقلت لكم المقدمة دي لأن في منهم الأسماء العظيمة دي ناس كتير جدا اتظلمت واضطرت أنها تعد ديك يعني كابتن شوبير مثلا كان أطلق عليه على ما أتذكر أيوب الكرة المصرية لأنه قعد كتير جدا احتياطي لغاية لما أخد الفرصة ومسك فيها بأيدي واسنين وتقلق وبعد كده بقى كابتن أحمد شوبير عصام الحضري قعد فترة طويلة جدا احتياطي لكابتن شوبير وقعد فترة طويلة حتى في منتخب مصر احتياطي لندر السيد مظبوط الكلام كابتن أمين لغاية لما جات له الفرصة وبقى واحد من أساطير حرص المرمى في مصر ليه بقول المقدمة الطويلة دي عشان كنت بتكلم مع كابتن أمين على علي لطفي وزي أنا متحمس جدا لكابتن عاي لطفي يبدو كمان أن كابتن أمين متحمس جدا لا أنا متحمس له جدا لأن أنا أعرفه منه هو ناشئ ويمكن اللعب ضدنا وهو صغير في الناشئين علي لطفي من لجوان الموهوبة الجن الموهوب ده صعب تلاقي يعني أغلب حرص المرمى هتلاقي اتعلم في ألعاب كده زي الهندبول زي الطايرة دي ألعاب تعليمية تقدر تصنع نجم تصنع تصلع منه نجم أو حارس عنده الجرأة عنده الشجاعة أطراف إيدي طويلة إيه لا مميزات أو صفات الحارس علي لطفي جن موهوب بيلعب بدماغه بيلعب بعقله عنده التالنت كويس فأنا مش خايف على حرص النادل قال لي من أنت حتى بتسألني في الفاصل لا علي لطفي جن من الأجوان الموهوبة جن كويس جدا هو يمكن بوعده عن اللعب شوية والجن تملي بيبقى استمرارية جن لما بيبعد شوية الناس بتقلق لما يجي يلعب لكن ما ننساش والناس أعتقد الناس ما تنساش ماتش الأهلي والزمالك أما برضو كان الشنوي جات له إصابة أحسن ماتشات كابتن علي لطفي أحسن ماتشاته لعبة وصد ضرب الجزاء كانت السبب في المكسب فعلي لطفي لا جن كويس جدا أنا شايف أنه أم الحرص ولو كان بيلعب أنا بقولك أو على مسئوليتي كان زمانه في منطقه مصر كان زمانه في منطقه مصر طبع نمر كام على مستوى حرص المرمى في مصر من وجهة نظر كابتن أمين عراب لا هو أقولك طبعا المميزين كتير لكن هو يصنف من ضمنه يعني يصنف من ضمن الحرص المرمى الكويسي وخلي بالك النادي الأهلي لما يجي يتعقد مع لاعب سواء حرص مرمى أو لاعب ما بيتعقدش هباء النادي الأهلي بيتعقد بفكر بيتعقد باستراتيجية بيتعقد بأسلوب فلما فكروا فيه لا فكروا فيه كويس وجابوه هو أقول محترم وأقول كويس وهو عندنا إن شاء الله بيزيد وأنا شايف أنه هو لا يعني أنا بقول للناس ما تقلقوش لا ما حدش على الأيان الحقيقة وفي كل الموطشات علي لطفي وبالمناسبة يمكن وإحنا نتكلم عليه إحنا بنعمل دايماً اختيارات للجمهور بعد كل ماتش الأهلي بيلعبوا علي لطفي كان من نجوم مباراة الزهاب إحنا ديست ما أعلناش بالمناسبة نتيجة المباراة العودة أنا أعلنها الأيام اللي جاية إن شاء الله نشوف حضراتكم اختارتم مين أفضل تتلعبين لكن الجمهور اختار في مباراة الزهاب اللي الناس ما كادش راضي عن أداء الأهلي فيها أكرم توفيق علي معلول وعلي لطفي وحتى الجن اللي جاي فيه هنا في الإياب جل صعب جد هتخش في أي حد وشال كم كرة برضه مشال طيب أنا بقول إن هو جل محترم جل كويس وإن شاء الله يبقى دايماً لقدام ويثبت على المستوى ده وبإذن الله هو يعني كمان ميزة إن هو لما يلعب ويبقى كويس هبقى فيه تنافس مع الشناوي الاتنين هيشدوا حلو مع مصطفى شبيري الناشئ مع حمزة أعتقد إن إحنا عندنا مركز محترم في حراسة المرحة مشوارك مع الناشئين وفي أكاديمات النادي الأهلي بالتأكيد إدلك خبرة في تقييم الموهبة واكتشاف مواطن القوة فيها عشان تقدر تنميها واكتشاف مواطن الضعف عشان تقدر تعليجها لو بصيت على ومشي النادي الأهلي لعيبة سواء موجودة معنا من الأول أو لعيبة دخل على سكوات السندي جديدة مين شايف إنه لسه عنده كتير ومحتاج اهتمام من الجهاز الفني ومحتاج إنه هو كمان يشتغل على نفسه في حاجات معينة محمد هاني محمد هاني نمرة واحد عنده إمكانيات عالية جدا والعيبة كويس جدا محتاج إنه هو يبقى هو اللي عنده المسئولية والجلد والتحمل وإنه هو اللي يخش في الفورما تاني ويرجع زي ما كان ساعة كاس العلم للأندية وقابليها أعلى فورما وصل ليه هاني في كاس العلم للأندية وقابليها بتاع البطولة الأفريقية أنا شايف إن أحمد عبدالقادر لعيب سوبرستار لو خد ولعب هيبقى هايل عمار حمدي لو لعب وخد هيبقى هايل عندنا أحمد نبيل كوكا لو لعب وخد هيبقى كويس عندنا بقى لعيب أنا من وجهة نظري إنه لعيب بقى إيه أنا حتى في النشين كنت بسميه الحاوي يعني اسمه زياد طارق الحاوي وليد لا وفيه زياد طارق كمان وفيه زياد طارق زياد طارق ده السلفات اللي هو عارة الإسماعيلي تمام هو رجع السنة دي من أحسن لعبة الكورة اللي بتحط الكورة تحت رجليها ايه مركزه في الملعب ناحية الطرف اليمين يحط الكورة تحت رجليه عنده باس كويس جدا مراغة عنده عالية جدا الوان تو وان تمام السنة الوان تو وان دي بقى عزل المشكلة دي بتاعته شغلته يعني شغلته عنده فكرة عالي جدا في الكورة فاعتقد اللي يبدل هي من عندنا من قطاع الناشئين لو خدت الفرصة تماما بإذن الله بإذن الله يبقى لها مستقبل عايزة أفتح معاك موضوع الناشئين ده بس خلينا كلمك أولا على شكل المناسبة مين حسان إسود من وجهة نظر كابتن أمين النسخة دي في الدولي تراهن على مين شوف هي مش باينة وما قدرش أحكم بالوقتي محتاج جاولة ولا اتنين طبعا لأن هي بين وبينك في البداية المركاتو مش مقياس بالنسبة لك لا لا طبعا مش مقياس لا لا خالص الاسماء اللي تعني لك الانسجام في الفرع بيبقى صعب طبعا يعني السنة اللي فاتت كل الناس أسوان أول ما تشين كسبهم من ضمنهم أمبي ومش عارف الإسماعيلي بعد كده هبط اي فالواحد مش عايز يحكم على حد لكن اللي أنا بقوله لو سيراميكا بنفس المستقى بتاع السنة اللي فاتت لا هيتحسن هيروح لحتها أحسن فيوتشار جايب لعيبة أنا شايف أنها برضو لعيبة مميزة جدا لعيبة عندها كبيرة وعندها خبرات وعندها يعني الضغط النفسي تقدر تقعد تحت ضغط نفسي لكن ما شفناش في الملعب انسجام وارتباط هنشوفه النهاردة النهاردة أنا عايز أقولك أنه الاثنين طلعين وعملين مباراة ممتازرة يعني الناس النهاردة مستنية فرق وفيوتر هعملوا أي مع بعض هل سموحة هيمشي بنفس المستوى بتاع السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت صراحة مش بمستوى هاي هل هيمشي بنفس المستوى الاتحاد مستوى ساعات وساعات لكن هيمشي بنفس المستوى سنة الدورة صعبة مين ويمكن بيبلويني دات يسموحة عمل سكوره قدام الاتحاد كسبان أربعة واحد لغاية دلوقتي آه سكورة تقيلة على كابتال حسان في أول موسم لا لا كتير وأول ماتش وصعب لا كده سموحة ممكن تبقى يعني ماشية بنفس المستوى بتاع السنة اللي فاتت في منافسة على اللقب برا الأهل والزمالك تتوقع أن في فرقة ممكن تنافس مع الأهل والزمالك السنة دي ولا برضو هتفضل المنافسة حي حتداي الأهل والزمالك شوية لكن مش هتنفس هتنفس مش منافسة أن يبقى في الأول والتاني هو حقيقي يعني يخطف بنت يتعادل معك يزنوحك شوية لكن يحطك تحت ضغط لكن في النهاية ليه بقى أنا بقول كده لعبت الأهل والزمالك تعودت على الضغط وتعودت على اللعب على بطولها والأجهزة الفنية ومجلس الإدارات خلاص اللعب بقى نازم متعود أنه بالنسبة لجمهوره يعني زي ما احنا في النهاية الأهل مثلا بنزعل في التعادل مش في الهزيمة بنزعل في التعادل فدي خلاص عملت عند لعيبة حالة أن محدش يقدر يقر زي الماتشات الأفريقية اللي بيلعبوها الخبرات اللي بيكتسبوها أعتقد أنه صعب صعب حد يخش بين الأهل والزمالك بيرامتز بالنسبة لك مش علامة استفهام لإسماعيل المتراجع بقاله وسنين مش علامة استفهام؟ لأ بيرامتز بالذات لإسماعيلي برضو ظروفه المادية ممكن نقدر يعني نقول مش في صالحه عشان كده يعني سل فاتت ما كانتش بيرامتز هو اللي علامة استفهام كبيرة علامة استفهام كبيرة بس أنا من هنا أنا بشيت بمجلس دارة النادي الآلي وإدارات النادي الآلي السابقة واللاحقة والموجودة أن هو ده الفرق هو ده الفرق إدارة تقرف تحكم النادي تحكم اللاعبة تقدر تسيطر على اللاعبة مهما كانت نجوميتهم مهما كانت شهرتهم مهما كان أداءهم في الملعب يبقى الكيان وإسم النادي الأهلي هو النجم هو أكبر من أي اسم آه هي ده الفرق هو ده الفرق الكبير صحيح خليني أكلم معاك بقى بالتفصيل على النجومية على صناعة النجم على اكتشاف المواهب وعلى المواهبة اللي بقت عملة ندرة وعلى أرقام اللي وصلت لها حقود اللاعبين هل كل ده منطقي من وجهة نظر كابتن أمين عرابي بس اسمح لنا نروح لفاصل الأخير ونرجع نكمل جزء مهم جدا لحقيقة وإحنا كنا بنبتدي حلقتنا بمحمد صلاح وإزاي نشوف عشر عشرين تلاتين لعب مصري متقلقين نجحين منورين في الدنيا كلها زي محمد صلاح خلينا نسمع رأيي كابتن أمين عرابي في السا ديسة بس بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية كنت بتكلم في الفاصل أنا وكابتن أمين على أبو صلاح وكان كنا بنتكلم على أنه دلوقتي الأجيال اللي كلها طلع شايفها مو صلاح قدام منها وعايزة في يوم الأيام تبقى نجحة زي محمد صلاح كانت النقطة اللي بنتكلم فيها أنه مهم جدا تبقى عايز ودي احنا بتفين عليها أنا وكابتن أمين لكن إزاي إزاي تحقق ده لازم تبقى عارف طريقك ماشي إزاي لازم حد يوجهك لازم حد يشتغل على أسلوب تفكيرك وعلى عقليتك لأنه جزء كبير جدا من نجاح محمد صلاح أكاد أجزم أنه أكتر من نسبة 50% مش مرتبطة بس بالكرة بقدمه هو مرتبط بالعقلية بالثقافة بأسلوب وطريقة التفكير ده جزء أساسي جدا من نجاح أي لعب برا مصر ويا ما كان عندنا مختلفين الحقيقة آه ما نجحوش يعني ما عملوش اللي عملوا محمد صلاح لكن الحقيقة كانوا يستحقوا كمان يكونوا في مكان أحسن بكتير من اللي وصلوا لها يعني أنا بشوف أنه مثلا على سبيل مثال لعب زي محمد زيدان لعب زي عمر زكي حد زي حسام غالي حد زي محمد شوقي حد زي أحمد حسن أنا شايف أنه اللعبة حزم إمام أنا شايف أنه اللعبة دي كانت تستحق كمان تروح لأبعد من كده في مشاورها الاحترافية يعني كابتن أمين أنا متفق معك تماما هنرجع لنقطة مهمة جدا في النشأ نفسه اللي حالك بتقول عليها حد يعرفه عشان حد يعرفه لازم أدرب نفسه عنده الثقافة الاحترافية عشان يعرف يوصلها للولد يعني لازم أنا عند الثقافة دي عشان طول ما أنا أشغل مع الولد أكلمه وأحسسه بالثقافة دي لازم تبقى قوي لازم تبقى محترف ما يهمكش إياح ما تبصش وراك اشتغل على نفسك لازم تيجي التمرين الصبح تتوازب لازم تنام بدري لازم تاكل في وقت معين بعد الساعة كذا ما تصهرش لازم الكلام ده يبقى شغال معاه على طول ومتابعة المتابعة ما بين المدرب ما بين الأسرة أنا أكاد أجزم أنه في اليوم اللي محمد صلاح شال فيه شنطة هدومه وقرر أنه يسيب مصر ويطلع على سويسرا عشان يحترف في بازل يعني يعني هو طالع من هنا طموح مش رايح يحترف ويلعب شوية ويجيب فلوس ويبقى مشهور واسمه عنده تجربة احترافية ويرجع تاني يوم عنده الطموح وعشان كده ربنا أداله يعني ما هو في الآخر ربنا هديك أنت سعيت فربنا أدالك وكل ما بيسعى كل ما ربنا بيديله زيادة كل ما بيكتهد كل ما بيتعب يعني عايز يقول لحضاك حاجة مثلا محمد صلاح بيتحرم من حاجات كتير جدا محروب ان مثلا حتى هنا ما بيقدرش يجي يزور أهله كتير ولو جي خطف ويمشي وفي حاجات كتير طبعا عشان كده هو حابب وشغال وعاوز فربنا بديه طب ده هيكون هيكون مدخل كويس جدا لكلامي اللي جاي مع حضرتك في وقت خلينا نقول لغاية ايه مثلا خمس ست سنين فاتت ما كانش فيه البيئة اللي تسمح بالاهتمام بقواعد ناشئية يعني يعني النهاردة الدولة انا بشوف طول ما انا ماشي على الاقل على مستوى القاهرة يعني انا مدر كمان ومتأكد بيحصل في كل المحافظات بس بشوف ملاعب النهاردة في كل حتة وبشوف اكاديميات كورة من جوة مصر قطاع قاص او تابعة للاندية او حتى بتحمل اسم اندية اجنبية كبيرة جدا في كل مكان وبشوف اهتمام من الولاد ومن اولياء الامور ان هما يمرسوا رياضة كورة القضاء ورغم كده مش سايف مواهب تعكس حالة الطفرة دي لان انت كل اللي انت قلته ده مظبوط وتمام جدا ومتفق معك فيه انت نست اهم عنصر المدرب اللي بيمر اللي هو الاكاديميات دي والشغل ده والملاعب اللي انت بتشوفها فين بقى المدرب الكويس اللي بيختار كويس ويعرف فينق اللعيب الموهوب ويعرف يوصله لأحسن حالة لي ما هو انا خلي بالك مع احترام طبعا لكل المدربين اي انا ممكن اكون مدرب مشتغلتش قبل كده او على قدي او 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 عندي ملعب عملت اكاديمية جالي ناس قريبين من البيت قريبين من الملعب اللي انا موجود فيه تمام كل واحد عنده طموحني بقى محمد صلاح زي ما حالك قلت اه هيلعب لازم يلعب انا بقى اختار اختار ازاي ودي له ايه نوايات التدريج بتاعته اللي تقدر توصله ان يبقى العيب كويس كم محمد صلاح ما عندهش قدرة يدفع الشراك في اكاديمية كم محمد صلاح محتاج حد محتاج عين تروح تبص عليه في المكان اللي هو يلعب بيلعب فيلعب فيه كورة كتير جدا وفي الحارة وفي الزقاء وفي المدان كتير جدا انا عايز اقول لحضلك حاجة اغلب اللعيبة اللي بتلعب في الاندية مش اكاديميات يعني كلهم جاي اختبار ده فعل سكرة الاولانية بتاعت الاختبار نجع في الاختبار مدرب في القطاع شافوا في فرقة تانية او شافوا في اكاديمية صغيرة خدوا لكن انا عايز اقول لحضلك المهم جدا المدرب اللي بيمر والرجل اللي بيختار يعنيه يختار هنا للأسف كمان وده اتكلمنا فيه كتير الدوريات البراعم اللي بتبدأ من الصغر ده بتقضي على اللعيب مش مش بتخلي اللعيب كويس ده بتقضي عليه لان الولد من 8 سنين او 9 سنين او 10 سنين بيخش تحت ضغط بيبدأ خش في المنافسة وليه الامر بيبقى مشدود المدرب بيشتغل في نادي او بيشتغل في مكان عايز يكسب مالوش دعو بقى ده يبقى كويس او مش كويس مستقبل ما بيبنيش ان ده يبقى محمد صلاح هو عايز اكسب دلوقتي فممكن انا استغنى على الولد لعيب كورة كويس جدا مستوى كويس جدا لكن ضحلت جسمه ونحافت جسمه مش هتساعده ان يلعب ضد الست زحم فاجيب واحد قوي في نفس السن كورته قليلة بس بيخبط وبتاع بس انا هكسب به فدي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة عشان كده المواهد بتقل لكن احنا لو بنعمل الاسلوب المتبع في العالم كله في الدول الاوروبية ان احنا نبدأ اول بطولة من تحت 16 سنة وكل المراحل اللي فاتت دي تعليمية ومجرد ان انا اعلم واسقف وامرن كويس وبعدين ابدأ واحدة واحدة ادي له الحاجات التكتكية الحاجات الخططية لغاية 16 سنة ابدأ دخلفهم نفس اما يبدأ من هنا خلاص يعني في منهم 16 سنة وبيلعب درجة اولى احنا بنستعجل على الولد جدا احنا بنعمل بطولة يعني تتخيل انت مثلا السنة دي كانت البطولات بتبدأ من تحت تسع سنين السنة دي عايزين الاتحاد عايز يبدأها من ثمان سنين ومعرفش انت حالك شفت ولا لأ قبل كده روح اي بطولة ناشئين او براعم تحت تسع سنين شوف كم الضغط على الولد من اولاية والامور ومن المدرب ومن الفرقة الخصب لأ حاجة صعبة جدا فامت تطلع عليك كويس عندنا الكشفين اللي موجودين بتوع زمان يعني زمان كنت بسمع انه كشفين وبينزلوا يحضروا دورات يحضروا ماتشاط انت عارف انه المناطق الشعبية هو دلوقتي ما بقاش كشف ما بقاش كشف بقى سمصار بقى سمصار يعني عايز يجيب لك الولد وداخد فلوس انت بشي تديني هروح للنادي التاني بس عنده القدر ان يكتشف فعلا مش برضو السلعين هي ما انا بقول لحضرتك مزي الاول الاول كان الكشف بتاعك بيجيب لك الولد ليك انت هو حبيب النادي وبيحب النادي فجايبه للنادي فقط النهاردة الراجل اللي بيجيب لك الولد جايبه لك ايه رأيك يا كابتن عجبك مش عجبك السمت طب مش عجبك ايه بياخده طب مش عجبك ازاي ملك هاخده انت فهم بقت سمصارة يعني بقت فلوس فهي دي قصة لكن والاتحاد بلوش دور فيها من وجهة نظرك ما اقدرش يا رجل دور ايه يعني اتحاد مش ممكن مثلا زي ما هو معين مستر فينجادا مستشار فني يعين اكس وي زد مستشارين اكتشاف مواهب ناس كشفين عندهم قدرة وعندهم خبرة مفروض ناس تنزل تشوف في الصعيد وتشوف في الواد الجديد وتشوف في شمال سنينة وهيقول لك تكلفة ولا هينزل تكلفة ده تكلفة يعني انا ما بص الأرقام ودي جزء من الحاجات الأسئلة اللي بتترحق أمهور الأرقام الفلكية اللي بينها نسمحها في اللعيبة المصريين انا مش ضد طبعا اللعيب يكسب بس يكون قيمة مضافة يعني ما عنديش منع ادفع في لعيب مئة مليون بس لعيب يجيب لي بطولات او ما عنديش منع ادفع في لعيب مئة مليون بس لما عرف ابيعه بمتين مليون في النهاية جزء من الصناعة والاخراض البزنس لكن في النهاية الأرقام بقت بالنسبة للناس أرقام مبالغ فيها قوي والمردود اللي في الملعب يعني قليل تقريبا باستثناء النادي الأهلي ما فيش مردود ما انا بقول لك قليل جدا يعني المردود بق قليل جدا والأسعار زادت جدا لدرجة ان الانداج الشعبية مش عارفة تجيب لعيبة ومش عارفة تلعب مش عارفة تسعب بس فخلاص فهنا الفايصل بين الاتنين اللي معا فلوس هو اللي بيسعد اللي معا فلوس هو اللي بيكسب اللي معا فلوس هو اللي ممكن يصرف على اللعيبة الانداج الشعبية ويقول لها قتلت لان ما فيش فلوس وما فيش إمكانيات وما فيش وده مقلل من حلوت الكور مقلل جدا من حلوت الكور يعني انت مثلا انا افتكر مثلا زمان النادي الأهلي يروحالعف المنصورة اللي ستات фильма يروحالعف المينيا اللي ستات фильма الثقة فل ضد النادي الأهلي يشجع المينيا أو بيشجأ المنصورة أو بس أول ملقاني بيجيب جهون ماشي لكن أنا أصدأ أقول لك لأ أنا أصدأ أقول لك يعني فيه جماهير فيه جماهير غيره فبتخلي اللعب حتى يطلع أكثر حاجة عنده وأحسن حاجة عنده لأنه هيتحسب في وقته هيتحسب دلوقتي لعب تلاقي بغلط هتسمع لفظ مش كويس لعب تلاقي بكويس هتلاقي الناس كلها بتسقفلك فاللعب بيبقى نزل خايف زي الممثل زي أهما دايما بيقارنوها بالممثل اللي هوقف على خشبتال مصر فبقى نزل خايف نزل عايز يلعب لأنه الآن النهاردة مين اللي عنده الشعباء اللي في الدولة ده كمان من غير جماهية بس الجماهية راجعة السنة دي يا كابتن أمين بإذن الله أنا أتمنى ذلك يعني أنا أتمنى ذلك أتمنى ونراهن أنا أعايز أقول لحضرك الجمهور بيفرق كتير قوي طبعا بيفرق كتير جدا أنا أقول للسنة دي أنه الكرة في أوروبا ممتعة يعني إحنا السنة اللي فاتت كنا نشوف لقاءات مثلا في بطولة دوري أبطال أوروبا نشوف لقاءات من عينة مثلا باشتونة ومسلا باي ميونيخ مان سيتي وباليس سان جرمان أكلمك على فرق فيها نجوم بمليارات وما كناش حاسين بالمتعة السنة دي الجمهور مدلتها لا وصدقني الجمهور بيحسس اللعيب بالروح والقتال لا وبيحسس المشاهد كمان أنا أقول لك وقعة كده صغيرة حصلت معانا شخصيا كنت أنا وكابتن أنور سلامة ربنا أديله الصحة والعافية كنا مسكين نادي الألمونيوم في الدوري الممتاز والألمونيوم ده كان في الدوري وجايين نلعب النادي له هنا في استاد القهرة فمعانا ولد كنا جيبينه من سواجس مخلد عبدالفتاح لعيب كواس جدا وحطناه في التشكيل وهنبدأ المباراة فقبل المباراة ملعب مقفول ملعب الاستاد مقفول هنا هنا نزلنا نسخن الولد بيجري تايف في التسخين خرجنا برا دخلنا قط اللبس قبل بقى ما حننزل المات بيبكي فالكابتن جابه وقال له يا ابني قال له يا كابتن أنا معقولة هلعب وصدت كل دول أنا خايف قال له خايف من ناس بتشجع وناس قال له يا كابتن أنا خايف قال له يا ما تخافش وإن شاء الله تبقى كويس وما يهمكش أي حاجة ويلعب فأنا قصد أقولك بشوف الجمهور بيأثر على اللعيب قد دي طبعا يعني بيأثر على اللعيب قد دي فما بالك بقى أنت جمهورك أنت يعني ما بالك أنت بقى أنت بتلعب الجمهور دا كله بتاعك أنت بتعمل ايه؟ لا تفرق كتير جدا طبعا بس المواهبة برضو نرجع لبداية الكلام المواهبة النهاردة بقت عملة ندرة والله ما عملة ندرة اللي موجودة أقصد أقول أنا ما عنديش شك أن المواهب اللي موجودة في المئة مليون كتير بس أنا بقصد أقول المواهب اللي موجودة على الساحة بقت عملة ندرة بقت عملة ندرة مش عملة أقول لك والدليل إنه اللعيبة اللي موجودة هي اللي بتتدور بين الفرق ما أنا هقول لك ليه بتتدور بين الفرق ما أحترام لكل الأندال اللي بتصعد أو كل الأندال اللي هي بتيجي بعد الأهل والزمالك أهل الزمالك فقط أو الإسماعيلي برضو نسبة بيدخل لعيبة من ناشئين عنده فبتلاقي مواهد الأندية التانية بيجي يسعد يمشي كل اللي سعده ويشتري عشرين لعيب المميزين وهو بقى التاني ما عندوش فلوس خلاص المحل لو عندوش فلوس فاجيب اللعيب المميز فلما عندوش فلوس فاجيب اللعيب المميز فبيعمل خليط من هي هي اللعيبة بتاعت الدول ما فكرش يطلع من عنده يعني كل الأندية اللي بتسعد دي عندها قطعت ناشئين قول لي كم فيهم كم نادي طلع العيبة ناشئين هو يقول لك أنا عايز أعود في الدورة فأنا مش هستحمل ده ما بقاش عنده الجرء زمان لما ما كانش فيه الفلوس كان غصبا عن النادي بيطلع العيبة اللي عنده فكنت تلاقي مواهد كتير كتير جدا النهاردة لأ أنا لسه هفكر في داوت ما أنا روح أجيب فلوس وانت قلت أنا لسه هفكر وانا قلت أنا لسه هفكر وهو هما بيحسبها كده ما حد سيفكر هما بيحسبها كده أنا بقول لحدك هما بيحسبها كده فيروح يشتري فلما يشتري خلاص صحيح رسالتك لجهاز الفني وللعاب النادي الأهلي قبل بداية الموسم وقبل مباراة لإسماعيل إن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن ربنا بالنسبة اللي عباية بعد عامكم الإصابات وتقدوا أداء يفرح جمهوركم ويفرحنا كلنا كأهلوية وبإذن الله تاخدوا البطولة السنة دي زي ما خدتوا السنة اللي قبل اللي فاتت بفارق والبطولة الأفريقية كمان إن شاء الله الجهاز الفني بقوله أتمنى لك التوفيق ومجلس دارة النادي الأهلي واقف في ظهرك زي ما أنا عارف والنادي الأهلي عمره ما بيخش في التدريب أو يخش مع مدرب ودي حاجة تريحك وحاجة تديك القوة وإن شاء الله بإذن الله نشوف أداء أحسن من السنة اللي فاتت وبإذن الله مستنينك البطولات كلها بإذن الله إن شاء الله بإذن الله مستنين كورة الأهلي الحلوة بداية من مطش الإسماعيلي جمهور قاعد مستنين الحقيقة مش بس عشان مواجهة في انطلاقة موسم ومش بس عشان باللعب الدرويش لكن كمان عايزين نشوف شكل الأداء مع الصفقات الجديدة بالتأكيد الصفقات الجديدة يمكن تكون كلها بلا استثناء وإن كنت أشك إن مستر موسماني ممكن يغمر بهم دفع وعدة هيبقى السيناريو صعب شوية متوقع لكن على أقل نشوفهم حتى لو تدريجيا وإن شاء الله بإذن الله ما عنديش شك كل ثقة بإذن الله إنه الأهلي السنة دي هيقدم واحد من أفضل موسمه بشكر كابتن أمين عراوي شكرا على وجودك معنا شرفت ونورتك كابتن أمين ويبقى الحديث الحقيقي عن اكتشاف المواهب وعن صناعة الناشئين في كرة القدم في مصر ممتد وطويل خدنا رأيي النهاردة واحد من الخبراء في المجال ده ومشوار طويل جدا سواء في قطاع الناشئين في الندي الأهلي أومع الأكاديميات ويبقى الملف الحقيقي مفتوح ومش هكل ولا هامل من الحديث عنه في السادسة بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير إن شاء الله في بداية أسبوع جاي